السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة الدعم مدرسي مرحبا بكم دائما على القناة سوف نستعداد الامتحان الجهوي ان شاء الله سوف نخدمه هذا النموذج من نماذج التربية الإسلامية لكي ترى طريقة وضع الامتحانات والدربع لهم ان شاء الله قبل موعد الامتحان هذا النموذج جهوي جهة تربات سالة القناة الديراء سوف نخلي لكم الرابط في أسفل الفيديو اللي بغي يطبعه ويعود يتأكد ان شاء الله من الأجويبة إذن كالعادة وإحنا كنخدمو وإحنا كنشرحو أهم الحويش اللي خاصتكم تكونوا دابتينهم قبل الامتحان إذن دائما امتحان كيف يبدأ بوحد الوضعية بحل الطريقة دي للفورو إذن في إطار أنشطته التربوية التاليمية ينظم نادي قيم المواطنة بمؤسستكم محاضرة حول صور الإنفاق في سبيل الله وغاياته تناول المحاضر بالشرح قوله تعالى في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فبين أن الإنفاق في سبيل الله يمثل أحد مجالات الامتثال للعقيدة وتطبيق واجبات الشريعة موضحا أنه ينقسم إلى نوعين إنفاق واجب مثل الزكاة وإنفاق مستحب تجلى في مختلف الصدقات التطوية بعد ذلك استدل المحاضر بنصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف على أن الإنفاق في سبيل الله يحقق غيات كثيرة ومتنوعة بينها دسكية النفس بالتقرب إلى الله تعالى وتطهيرها من الشوح والبخل وتربية الفرد على البدل والجود فضلا على تحقيق التكافر بين طبقات المجمع وتحقيق الأمن الشمعي للفئة الفقيرة والمعيزة تدخل أحد زملائك قائلا قد حدثتنا يا سيدي عن غيات الإنفاق النفسية والتربية والجمعية ولم تتطرق إلى الاقتصادية أعتقد يقينا أن الإسلام قد جعل الإنفاق في سبيل الله غيات اقتصادية ووظائف تنموية أيضا عقب عليه آخر بقوله لا يا صديقي لم يجعل الإسلام للإنفاق في سبيل الله غيات اقتصادية ولا وظائف تنموية فهو مجرد عبادة دينية لا أثر لها على حياة الناس الدنياوية إذن دائما السؤال كي أعطك حدد لي المشكلة أو القاضية هناك مختلفين ملك يقولك حدد لي المشكلة كي يكون في الوضعية واحد اختلاف في الآراء دائما ملك يقولك حدد لي الإشكالية لأن المشكل واحد قال واحد قال لا هاتشي ما كانش ولا كل واحد عطى رأي مختلف إذن كيفاش كنحدد المشكلة كنقول إما كنبدأ اختلاف الآراء حول قضية كذا تضارب الآراء حول قضية كذا يمكنك نقول تضارب الآراء اختلاف الآراء او موش حاجة في هذا السيق هذا ممتمن الأحسن ندير اختلاف الآراء حول كذا وكذا إذن نحن نديره يعني الانفاق الانفاق في سبيلي وشنو يعنيه على قطب والغاية إذن نديره تبايع الأراء أولا اختلاف الآراء حول جعل الإسلام للإنفاق في سبيله غايات اقتصادية ووظائف تنموية أم لا أولا اعتقاد البعض أنه كذا واعتقاد البعض الآخر كذا وكذا أولا تبايل المواقف حول الغايات الاقتصادية والوظائف التنموية للإنفاق لأنه كي يقول نعم عنده غايات اقتصادية وكي يقول لما عندهش غايات اقتصادي إذن هذا هو فين كي الاختلاف واش عنده غايات ولا ما عندهش غايات هات الشي اللي ردي نكتبه هنا إذن نديره تبايل الأراء والاختلاف الأراء دائما نبدأ بهاد الجملة اللي كي يقول لك حدد ليشنو المشكلة أما القضية كتكون أغلبية عنده عنده علاقة بالدروس اللي قريته يعني من خلال العنوين ديال الدروس اللي قريته كتكون هديك هي القضية ونشوفها إن شاء الله في شي نموذج آخر لأنه نديره اختلاف الأراء حول الغايات حول الغايات الاقتصادية قلنا الغايات الاقتصادية للإنفاق في سبيل الله والوظائف التنموية والوظائف يعني كل شي يكون عندك في هذا السياق أو للوضعية والوظائف التنموية للإنفاق في سبيل الله للإنفاق في سبيل الله أعرف المفهومين تلين إذن التعاريف خاصكم تكونوا حافظينهم بطبيعة الحال شن هي العقيدة وشن هي تزكية النفس إذن العقيدة يعني ما تعقيده يعني كيعقد عليه القلب يعني هو واحد صديق قلبي يقيني صفي؟ هو صديق القلبي اليقيني بوجود الله تعالى ووحدانيته طبي يتحرق سيكون المصحوب بالعمل الصالح ولا الإيمال جازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدري خيره وشريه إذن كل أي تعريف يعني غادي في مفهوم العقيدة رغيت تحسب لك صحيح صفي؟ ماشي ضروري خصو يكون حرفي ولكن إلا قدرش يتعبر عليه تعبير يعني اللي صحيح يعني غادي تحسب لك إذن تصديق القلبي تصديق قلنا اليقيني بوجود الله اليقيني بوجود الله تعالى وحدانيته المصحوب بالعمل الصالح المصحوب بالعمل الصالح شنه هي تسكية النفس؟ هي تطهير النفس من كل ما يشينها من ردائل يعني أولا تحلية النفس بصفات والأخلاق الحميدة تطهير النفس من يعني كل الردائل وتنميتها إذن تسكية النفس يعني تطهير النفس من كل ما قد يشينها يعني يسيء إليها من ردائل سؤال ثلاثة أما الآية الكريمة الواردة في سياق الوضعية ثم استخرج منها ما يناسب لسملاء الجدول إذن بغينا هذه الآية اللي اعطونا بالسياق نعطيوها بصورة من فضاء إذن قال تعالى أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم وعجروا كبير إذن ما يدل في الآية على العقيدة إذن نقول العقيدة هو الإيمان الجازم إذن الله جعلنا في هذه الآية أمنوا إذن بينها أنا نخصنا نكتبه أمنوا ما يدل في الآية على واجب من واجبات الشريعة الواجب يعني منك أمرك الله تدير شي حاجة يعني عندي سنوحة للفعل أمر ها هو أنفقوا ها فيه أنفقوا هذا الواجب وأنفقوا قيم من القيم المستفادة من الآية الكريمة إذن الله جعلنا أنفقوا إذن لدينا الإنفق فوق مثلا الإيمان قلنا الله أمينوا إذن لدي قيمة الإيمان قال لهم أجر كبير يعني عندي قيمة الجزاء إذن عندي بزاعة القيم مثلا هنا إلينا الإيمان الإنفق إذن بزاعة القيم إذاً بزاعة القيم إستخرجوا من سياق الوضعية غايتين من الغاية النفسية والتربوية للذكات تطهير نفس الشح والبخل تربية الفرد على البدل والجود تطهير نفس الشح والبخل 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 إلا لتعرفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ يَعِدْ اللَّهِ أَتْقَيْعَكُمْ إِنَّ اللّهَ� pallimoon خبير إذاً عنّا التقوى عِنَّا التعار فعينّا الإِذًا اؤلاء immediately كل كلمة ممكن يخرج منها بواحد القيمة أخي近ها لم يبقكن غير قيمة وحدة إِذًا تعرفوا إِنَّْ أَكْرَمَكُمْ يَعِدْ اللَّهِ الأطقَيْهُمْ عِنَّا التقوى إذا هدوا بيني سافاء الذين آمنوا الإيمان إذا عنا التقوى عنا التعارف يقول تعالى في سورة البقرة يقول تعالى فإيه الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إذا هنا يعنى الثلم عنا التقوى عنا طاعة الله إذا هنا مجموعة من القيم كذلك إذا هنا يقول السلم يقول تعالى في سورة الحديد يا أيها الذين أمنوا تقول الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به وغفر لكم الله وغفرونه لدينا عنا المغفرة عنا الرحمة عنا الإيمان عنا التقوى عنا بزيب دي القيم عنا الرحمة عنا التقوى عنا الإيمان بالرسول إذن عنا مجموعة من القيم أذكر خاصية من خصائص مجتمع المدينة قبل كتابة وثيقة المدينة لأن قبل ما يكتبوا وثيقة المدينة أعطيني شي خصائص من خاصية المدينة مجتمع المدينة كان يحد المجتمع متعدد ديانات كانوا فيه مسلمين وكانوا فيه يهود وكان فيه كذلك واحد الميز العنصري وكانت فيه واحد العصبية قبلية كلها قبيلة كتبت انتاثر لنفسها مثلا كانت الأوس والخزرج دائما بنتهم الحروب كان المنافقين إذن غادي نكتبوا إذن هنديرو أذكر خاصية من خصائص المجتمع المدينة يعني هنديرو تميزة تميزة المجتمع 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 المدينة يعني بـ نديرو انتشار العصبية القبلية بانتشار العصبية قبلية ونديرو والميز العنصر وميز وميز المنصر وإي خاصية راها مقبولة تأمل جدو الأتي ثم أجيب حسب المطلوب إذن عندي مضمون نعطي الأيام سورة الحديد مرة أعطين من سورة الحديد أنا خصني نعطي المضمون إذن إخباروا الله عز وجل بحال منافقين والمنافقة يوم القيامة يوم يستغيثون بالذين أمنوا ليقتبسوا من نورهم إذن يقول تعالى سابقوا إلى مغفرة لا ويوم يقول المنافقون والمنافقة للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا يعني انتظرونا إذن هذه الآية الخاصة تكتب هنا بالنسبة لهنا سابقوا إلى مغفرة يا ربكم وجنتين عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للي دين أمنوا بالله ورسولي إذن هنا المضمون ديال الآية ممكن نكتبه ننسى نكتب يعني هناك هنا دعوة سابقوا إلى مغفرة هنا الله يدعو المسلمين دعوة المؤمنين دعوة المؤمنين قلنا إلى المسابقة في طلب المغفرة إلى المسابقة في طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى من خلال المسارعة إلى العمل الصالح الصالح للفوزي بالجنة الفوزي بالجنة إذن نعمشي دفل ذلك الجزء اللي بدينا لي هذة هي الصرخة الرابعة كانت إذن عندي هنا الحديث نحن نخرجه المسائل اللي محتاجينه إذن أمن بالله تعالى إذن فينا هي الجزء ديال الإيمان في الحديث هو لا تشرك بالله شيء ولا تتركنا الصلاة المكتوبة متعمدة إذن أحافظ على أداء الصلاة في وقتها أبتعد عن المسكرات لأنها مفتاح كل شر هيا ولا تشربنا الخمر فإنها مفتاح كل شر ولا تشربنا الخمر يعني أولاة الأمر هم اللي مكلفين هم المسؤولين إذن أنا مخصنيش نازعهم في ذاك شيء يديرو إذن شنو خصني نكتب أطيعوا ولاتا الأمر ما يجبوا علي فعلهم يعني لا أنازعهم بل أطيعهم أطيعوا ولاتا الأمر وذكر غايتين من غايات إمارة المؤمنين إذن كنين عدة يعني غايات من غايات إمارة المؤمنين منها مثلا حفظ خصوصية الأمة تنظيم الشأن الديني إقامة العدل صون الحقوق والحريات حماية البلاد والعباد إذن بزاف ديال الغايات إذا هنكتبوك مثلا توحيد المرجعية الدينية للأمة يعني باش الأمة كتكون عندها دين واحد ما يكونوش بزاف دير شي توحيد المرجعية الدينية للأمة هنديرو مثلا حماية البلاد والعباد حماية البلاد والعباد والعباد التي توسع في الفكرة ممكن توسع فيها إذا أنا كنت أعطيكم بحل إشارة وإنتما ممكن زيدوا توسعوا الفكرة يقولوا تعالى في الصورة الحديد وأنزلنا معهم الكتابة والميزال ليقوم الناس بالقسط استخرج من الآية ما يناسب لتملأ الجدول الآتي إذا نبغينا القاعدة ديال جويد الإخفاء فإن كان هنا الإخفاء؟ الإخفاء عنده علاقات النون الساكنة والتنوين إذا نشوف فين عندي النون الساكنة أو التنوين وكنشوف بالنسبة للحروف الإخفاء إذا نشوف فين عندي النون الساكنة إذا عندي وأنزلنا وأنزلنا تبعها الزاي وزاي من حروف الإخفاء إذا أنزلنا أنزل هنا نون ساكنة الميزان الميزان هنا ما عندي نون ساكنة ما عندي سنوين ما عندي يعني مد يعني مشبع ولا هذا هنا عندي مد طبيعي هو الألف الميزان يعني المد عادي ما فيه تزيادة هنا يعني عندي المد الطبيعي إذا هاتش اللي كنت بالنسبة للفرد الامتيحان هذا كنتبنا تكونوا سافتوا من هاد النموذج نطلقى إن شاء الله مع نماديج أخرى حتى تخليلي في التعليقات شنو نماديج اللي تبغيوا وتخدموا إن شاء الله نحاول نخدم معكم نماديج باش نتساعدوا لامتيحان موحد